اشتركوا في القناة نادي الأهلي بالتحديد بعد الهزيمة مبارح أمام سانداونز بهدف مقابل لاشئ في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دور أبطال أفريقيا وحنقف عند المباراة دي فترة وحن نتكلم فيها أو في جزء تحديدا من الحلقة وحن نتكلم فيها بتفاصيل كتير ونتطرق لأسباب الهزيمة من وجهة نظر الجميع يعني وده أمر مهم كمان بننتظر دايما تواصل حضرتكم معنا من خلال سؤال الحلقة سؤال الحلقة النهاردة بيتعلق بدور أبطال أفريقيا بطولة بالنسبة لنا مهمة وصراحة نفسنا ناخد المرة الثالثة على التوالي ظروف كتير جداً بنمر بيها بعض الفترات بنبقى مستوانة مش قد كده لكن توقعتكم في النهاية لترتيب المجموعة اللي بتضم الأهلي وصانداونز والمريخ والهلال بعد نهاية حناخد يعني توقعت حضراتكم وتفعالكم معنا من خلال هذا السؤال ومن خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير من الحلقة كما هو ألا معتدل لكن البداية بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد للمريخ جداً بالتوفيق إن شاء الله وفي تريند المحلي أعلان القائمة النهائية للمنتخب 19 مارس يا رب نصر المصر بإذن الله وأخيراً على المنتخب يؤكد جهزية صلاح لموجهتي السنغال الحمد لله طيب مطشاط النهاردة في مطشاط في بطولة كاس مصر بتاعت السنة دي مش السنة فتة بتاعت السنة فتة نحن نشعر في المصر هاي يعني لكن بتاعت السنة دي في بطولة بتتلعب هي بطولة كاس مصر فهقول لحراتكم النتائج حتى الآن الغاز المحلة بلاعب إسترن كومباني بتعادل إيجابي واحد واحد طلع الجيش بيقابل حلوان العام يعني متقدم أو خلصة المباراة بفوص طرع الجيش بنتيجة 3 واحد الساعة 6 البنك الأهلي مع أسوان دي مباراة كاس مصر في الكنفيدرالية في مطشاط تانية مطشاط كلها مهمة في الحقيقة كوتون سبور الأخم الكاميروني مع مازنبي انتهت النتيجة بتعادل إيجابي 2-2 زناكو مع أهلي أو أهلي ترابلوس سنبا فاز على نهضة بركان 1-0 مصري حيلع مع أوسو دويو ساعة 6 وفي نفس التوقيت أولاندو بيرتس مع رويل ليبو بارتس وده برضو ساعة 6 أسكا ميموزا مع ناشنال الساعة 6 وردو وصفاقسي حيلع بيرامدز الساعة 9 بالليل وفي نفس التوقيت شابية الصورة مع الاتحاد الليبي أما بخصوص الدوري الإنجليزي فالنهاردة فيه مباراة كتير في الجولة الحالية ومباراة معظمها ابتدأ الساعة 4 أول مباراة تشيلتي مع نيو كاسل شوت الأول خلص بتعادل السلبي بدون أهداف الشوت الثاني يبتدي في هذه اللحظات نفس الحال بالنسبة لمباراة تويستام مع أستون فيلا بنفس النتيجة ليد يونايتد شوت الأول أنها متقدما على نوريتش سيتي بهدف مقابل لشيء في مباراة الصراع على البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة مهمة جدا للفرقيتين نوريتش خلاص شبه بيودع لكن ليدز عنده أمال البقاء فبالتالي مهمة هو أنه يكسب هذه المباراة في الزل تغير في الجاز الفني ساو سامتون متأخر على أرضه أمام واتفورد بنتيجة 2-1 وهي مباراة أيضا مهمة جدا لوادفورد إن رغب في البقاء في البريمير ليج إيبرتون حيلعب مع ويلفر هامتون أو بيلعب في هذه اللحظات مع ويلفر هامتون أما فيما يتعلق بمباريات الدوري الأسباني فرعي وفلو كانوا إتعادل مع إشبليا 1-1 ريال بيتيس سيلعب 5 وربع مع أتليتيك بالباوب وريال سوسيداد الساعة 7 ونص مع ديبورتيفو ألافيز وبرشونة الساعة 10 بالليل مع أساسونة وفي تحدي محلي بالنسبة لهم بعد يعني التعادل مع جلتة سراي بدون أهداف في اليوروبا دي أهم وأبرز المباريات في جميع أنحاء العالم ومختلف الدوريات النهاردة في الحقيقة النهاردة النادي الأهلي يعني مع الدكتورة أنيسة حسونة بعد وفاتها النهاردة ربنا رب يرحمه ويخفر الله ويسكنه في سيح جناته الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة ينعون ببلغ الحزن والأسى الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس أمناء مؤسسة الأهلي التنمية المجتمعية والتي وفاتها المنية اليوم دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة جواسعة رحمته ويدخلها فسيح جناته إن لله وإن الله راجعون كمان النهاردة خبر يعني صعب علينا كلنا برضو وفات واحد من أبناء النادي الأهلي هو الحارس زياد إهاب حارس مرمى الفريق موليد 2003 كابتن برضو محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطعات ردية ينعون ببلغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي الشاب زياد إهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم الموليد 2003 والذي وفاته المنية اليوم ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازل أسرة الفقيد وزملاءه دعين المولى عز وجل أن يتجمدوا بواسع رحمته ويدخلوا فسيح جناته إن الله وإن الله رجعون ربنا رب يرحمه ويغفله ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا ويصبر أهله رب الموضوع بيبقى صعب ربنا رحمه إن الله وإن الله رجعون هروح لفاصل بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير أوي هنتكلم فيها وكواليس أكتر تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم وبعض القضايا المهمة التي قد تخص الكرة المصرية بشكل عام نروح ونرجع مرتين يالله بينا طيب الهزيمة هزيمة يعني إحنا خسرنا أو خسرنا بصراحة ومش هنقعد بقى نكابر ونقعد نقول أصل مش عارب في إيه أصل إيه اللي حصل السكان من دا لا الهزيمة هزيمة ما فيهش نقاش وأوحش حاجة في إن إحنا نخسر مبارات مبارح إن إحنا خسرنا من نفس الفريق رايح جاي ودي صعب علينا إحنا كأهلوية بصراح ما حصلتش تقريبا من 20 سنة في تاريخ الأهل في أفريقيا إنه يخسر رايح جاي من نفس الفريق في دور المجمعات لكن في نفس الوقت لازم نبقى وقعيين ما إحنا أهل معترفين بالخسارة والأهل بيعترف بالخسارة أيا كانت الخسارة إيه أيا كانت الخسارة إيه بس لازم يبقى فيه وقعية ويبقى فيه منطقية في تناول هذه الهزيمة بالشكل المطلوب إيه المنطقية والوقعية في الموضوع اللعب يا جماعة تعبني مجهدين مش يعني موضوع واضح لأي حد أي حد هل أنا كده بقول حجة ممكن واحد دلوقتي تتفرج أهم بقى ما تتحججش بقى أخي أنت عشان تتفرج عشان تتكلم من خلال قناة الأهل في لازم تقول الكلمة تندول والله أبدا والله العظيم أبدا أنا أقول لكم في البداية أنا متدايق إنه نخسرنا بالنفس الفريق رايح جاي دي حجر كنا على جنب وبتدايق بشكل عام نبقى منخسر لكن في نفس الوقت لعيبة الأهلي دي مش مش لعيبة خارقة مش لعيبة خارقة اللي هو إيه يكسبوا لازم كل ماتش كل ماتش يلعبوه لازم يكسبوه ما فيش كده في الكور خصوصا خصوصا في ظل ضغط الماتشات ده خصوصا في ظل الإجهاد الواضح وضوح الشمس ده إن أنت يبقى اللعيبة بتلعب كل تلات يام ماتش أو كل يوم ماتش ما فيش كده منضوع صعب مبارح عمر السلية مثلا بلاش عمر بس يعني عمر ديانج ناس كتير أفشة ناس كتير مش قادرين يشيلوا رجلهم من على الأرض ده ناتج عن إيه ناتج من انضغط الماتشاط يلا ماتش كل شوية ماتش قاضي ضربت التواجد داخل النادي الأهلي هو النادي الأهلي كده بيلعب بطرق كتيرة بيلعب في تحديات كتيرة ده أمر مفروغ منه وحاجة كويسة جدا لكن في نفس الوقت أنا أقدر أحاسب الناس دي على إيه يعني أنا أحاسب الفريق بجهاز الفني ده على إيه أحاسب على ناتج نهائي مستحيل أبقى يعني واحد أبتكلم هنا عن نفسي بقى ماشي عشان ممكن نحدي كله أراء تانية فما تاخدوش الكلام عليكو يعني بس أنا أبقى واحد جاحد أنا أمير أبقى واحد جاحد لو طلعت قطعت في اللعبة دي وفي الجهاز الفني ده عشان خسرنا الماتش ده هتقول لي ما إحنا خسرنا قبله ماتش الأولين في القارة أو عشان خسرنا ماتش القارة يبقى ده اسمه جهود وإبقى اسمه بالنسبة لنا لو عملت أنا كده يبقى أنا كده مفتاري راجل مفتاري يبقى أنا كده مش منطقي مش وقاعي لأن ما فيش كده في القارة ما فيش حد يكسب كل الماتشاط آه طبعا بنرغب ونتمنى دايما الأهل يكسب كل الماتشاط هو إحنا كده طماعين ونفسينا في كده هتقول لي الظروف من الظروف على ما ليش دعو إحنا عايزين نكسب آه طبعا طبعا بس برضو لازم ننزل على الأرض الواقعة لازم نشوف اللعبة دي لعبة كام ماتش كام بطولة مع منتخبات مع عندي نشوف الأمور بالنسبة له من الظروف ماشي إزاي فأنا ماجه حاسبهم أحاسبهم على ناتج نهائي اللي هو ممكن يكون إيه لا قدر الله إن إحنا نخرج من أفريقيا ساعتها لأ نتحاسب لا ساعتها بقى فيه وقفة كده بقى فيه حال غلط تمام ها هو ده التوقيت اللي أنت تتكلم فيه هو ده التوقيت اللي أنت تنتقد فيه وبرضو أنا ضد التقطيع في كل الأحوال لأن دايما لما أجي أقطع في حد يكون حد مالوش رصيد يبقى حد ما جابيهش بطولات قبل كده يبقى أنت مش نافع يعني أعرف اللي هو أنت لعيد مش نافع أو أنت جهاز فني مش نافع لا لكن دول جابلنا بطولات قد كده وعملين مشوار ممتاز ونتائج بسكورات وحاجات وأداء طحفة وكل حاجة كويسة إلا في بعض المباريات القليلة جدا 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 فأما أجي حسابهم أحسابهم على خروج من أفريقيا أحسابهم على عدم الفوز بطولة الدوري الموسمي التاني على التوالي أحسابهم على مثلا كاس سوبر خسرناه أفريقيا أو كاس سوبر مصري أو كاس مصر أي طولة نخرج منها أو نخسارها نتحاسب نتكلم فيها نشوف إيه الأثبات لكن حاليا أنا ما أقدرش أن أنا أحاسب أو أتكلم أو أنتقد بشكل لازع أو ممكن أنتقد بعض الأخطاء وارد ده في القورة ده طبيعي جدا 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 لكن أنا أقطع جامد وكلام من ده ده كلام الصح ده كلام غير مطلوب وكلام حيبق ليه دور كبير قوي في أن أنا أهمد الناس دي ووقع الفرقة دي بإيدي وده غير مطلوب وغير صحيح ومش هيؤدي لأي نتائج سعيدة لجمهير النادي الأهل يعني بس الرهان دايما بيكون على إيه وهو ده الأهم الرهان بيكون على وعي جمهور النادي الأهل والكلمة دي يا جماعة مش مجرد كلمة بتتقال وهب قولها وخلاص تفكر فيها وتقولها وخلاص لا هو فعلا جمهور النادي الأهل عنده وعي الواحد مبارح على السوشيال ميديا بعد المبرار أنا واحد من الناس قلت إن الأهل عايز شهر استشفى بصراحة الأهل عايز شهر استشفى إحنا منلعب ماتشك كتير جدا فطبيعي بي فيه إجهات ذهني وإجهات بدني فالناتج وارد إن انت حتى في الزل الإجهدات دي كلها بتكسب بس وارد إنه ماتش تقع أو ماتشين تقع وارد جدا فجمهور الأهل مبارح لا كان مدرك قوي الجانب ده كان واخد باله قوي إن الناس دي تعبانة يا جماعة مجهدة مرهقة مش قادرين وعلى فكرة لو أنت قادر بدنيا زهنيا مش هتبقادر ولو قادر زهنيا رجلك مش هتشيلك فهي دي كرة القضاء صندونز فريق محترم جدا فريق جيد عمل مبارايتين مع النادي الأهلي بشكل ممتاز بصراحة وفرقة بتنافس على اللقب مش فرقة سهلة ودايما أكيد حتكون منافس على البطولة السنادي ومش بعيد المدرب بتحهم كويس وكل حاجة مش بعيد إن تلاقي أندية بتفكر زي الأهلي كده ويتعقده مع مدرب صندونز عشان فاز على الأهلي مرتين وارد إنه يحصل قريب وارد إنه يحصل قريب فبالتالي ده أمر من الأمور في كل أحوال هارد لك لينا إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل والأهم في كل هذه الأمور في المطش بتاعي بارح ده أو بعد انتهاء الجولة دي إنه مصيرك فأقدام لعبيك مصير الأهلي فأقدام لعبته تكسب مطشين المريخ والهلال بإذن الله واحد أحد المريخ يوم الجمعة والهلال إنت بص بقى يعني الشيء بالشيء يسكر الهلال يعني إحنا هنلعب مطش السنغال هناك في السنغال يوم 29 من الشهر ده بإذن الله يا رب نفرح كلها بسعود الكاسر العام يا رب 9 أشياء تلعب يوم واحد إبريل تلعب مطش الهلال أنتوا متخالين وإحنا عندنا بقى لعبة كتير جدا في المنتخب ومناسبة المنتخب كله مرتبط ببعض يا جماعة إحنا كذبانين وهو بيرامدس إحنا مش كذبانين إحنا مقطعين بيرامدس قطعناهم الأهلي قطع بيرامدس 3-0 ومش هو الوحيد بس الفريق اللي خسر بالسكور ده قطعناهم ولا لأ قطعناهم الأهلي كان خايف ولا لأ ما كانش خايف بس برضو حتى بعد ما قطعنا بيرامدس وبعد ما كسبنا 3 نقط مهمين وبعد الأداء والنتيجة الكبيرة دي إحنا كنا بنقول برضو يا جماعة من الأفضل من الأفضل لما يكون عندك فريق كده في الدوري زي الأهلي زي الزمالك اللي عنديها الكبيرة دي زي بيرامدس يكون عندهم عدد كبير من اللعبة في منتخب مصر فكر في مصلحة المنتخب فريح اللعبة دي شوية لأن عندهم ارتباطات إفريقية فأنا خايف أن المنتخب يتضرر في الآخر من ضغط المباريات على النادي الأهلي كمان تحديدا لأن المصلحة العامة تقتضي أن احنا عايزين المنتخب بإذن الله يوصل كاس عال فهو فرحتنا حتكون في كده فلازم ناخد بالنا من حتة دي فيما بعد أتمنى أن يكون في مراعاة لمشاركة الأهلي في أفريقيا ومراعاة مشاركة الزمالك وبيرميدس عشان المنتخب يبقى كامل عدد شوفنا واحد زي محمد هاني مثلا وقعه إن شاء الله بإذن الله أصابة خفيفة عوقات في العضل الضمة بس هو كان من المرشحين بقوة النبام من المنتخب مصر الجهات دا جلوا بسبب إيه؟ بسبب ضغط المطشاط بسبب المباريات الكتيرة اللي بلعبها بسبب حاجات كتير فأنا عشان أحافظ على المنتخب لازم أفكر إزاي ريح لعبة الأندية دي عشان أكسب اللعبة دي في المطشين الأهم بالنسبة للمطشين السنغال موضوع مش محتاج يعني لكن في كل أحوال إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل طيب خلينا أقول لحضراتكم النتائج الجولة اللي فاتت أو اللي خلصت فيه الدورة أبطال لأفريقيا الهلال كسب المريك 1-0 كلنا عارفين طبعاً أن المباراة بتهمنا فبالتالي الهلال بقى عنده أربع نقاط مع الأهلي والمريك وصان داونز ضمن التأهل بعد فوز على الأهلي 1-0 وبقى ضمن كمان التأهل كأول مجموعة شباب بلوسداد خسر من جوانينج جالاكسي 4-1 الوداد كسب الزمالك في القاهرة 1-0 فبالتالي الزمالك خرج من دورة أبطال أفريقيا بشكل رسمي والوداد تأهل طبعاً وصان داونز قلنا النتيجة حرية كونكري قدام الرجاء كسب 2-1 وفاك ستيف كسب أمازولو 2-0 والتراجي التونسي في القمة التونسية الأفريقية كسب النجم السحلي 2-0 وبيترو أتليتكو كسب زاجرادا 3-0 دي مباريات الجولة ترتيب المجموعة المجموعة الأولى سان داونز متصدر 10 نقاط الأهلي في المركز الثاني 4 نقاط الهلال في المركز الثالث أربعة والماريك في المركز الرابع أربعة في أردن المجموعة الثانية الرجاء متصدر برسيد 9 نقاط وفاك ستيف في المركز الثاني برسيد 6 نقاط ونفس الرسيد بالنسبة لأمازولو وحرية في المركز الأخير عشان يحيي أماله بعد فوز مبارح الرجاء وعنده 3 نقاط فلسه عنده أمال في التأهل التراجل تونسي في المجموعة الثالثة متصدر برسيد 8 نقاط وهو نفس الرسيد لشباب بلوزداد الجزائري والنجم السحلي في المركز الثالث أماله بتتضاءل بشكل ملحوظ عنده 3 نقاط وجوانين جالكسي نقطة وحيدة أما المجموعة الأخيرة وهي مجموعة بيترو أتليتكو المتصدر برسيد 10 نقاط في المركز الثاني الوداد برسيد 9 نقاط ودول تأهلوا بشكل رسمي خلاص وخرجوا من البطولة كل من الزمالك وزجرادة الأنجولية طيب جي ترتيبات المجموعة أنا بقى فيه جزئية مهمة أريد أن أتكلم فيها في الحقيقة وهو كيف يتناول الإعلام كيف يتناول الإعلام المواقف المتشابهة لما يكون فيه مواقف بيخص الأهلي بتناوله إزاي لما يكون فيه مواقف بيخص نادي الزمالك بتناوله إزاي ودي جزئية غاية في الأهمية ليه بقى أنا بتكلم على الموضوع ده ما بتكلمش على الزمالك في حاجة ولا لعبت الزمالك في حاجة كامل احترام وتقديش لنادي الزمالك بجماهير وكلهم طبعا الناس كلهم فوق راس لكن أنا بتكلم عشانه استفازت شوي تعالوا نرجع ورا كده حبتين لما جاء بعض اللاعبين من نادي الأهلي النجوم في فرقة النادي الأهلي قرروا أن هم يمشوا قرروا أن هم يمشوا من الأهلي قعدوهم بيخلص لقوا فلوس كتيرة جات لهم فقال لك لا أنا هبيع النادي بجمهوره حلو وهروح للفلوس دي ده قراري بقى أنا حر في إيه اللي تقال ساعتها الناس كان بتقول الإعلام كان بتكلم فيه أو بعض الإعلام كان بتكلم فيه كله ترى عليك إيه احتراف فين المشكلة هنا إيه الأزمة انتو تتكلموا فيه تيجي إحنا إحنا نجي ندافع أو نجي مثلا مش من ندافع نجي نقول يا جماعة لأ برضو فيه حاجة اسمها انتباق يا جماعة إيه اللي انت بتقوله ده لا 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 انت قديم قوي احنا في عشر احتراف دلوقتي لازم كل واحد يفكر في مصلحته ولازم من نادي يدفع فلوس كتير أو مش هيدفع فلوس كتير بقى اللاعب حقه يشوف الفلوس الأكتر اللي جايل ويروحها مش ده اللي حصل مع الأهلي لما مشي مثلا رمضان لما مشي مش عرف عبدالله قبل كده لما مشي أي حد ها ده اللي حصل طيب حلو دلوقتي كلهم تابعين أو كلهم بنسمع ونقرأ يعني ان طريق حامد لعب نادي الزمالك قرر ايه وده بناء على تصريحات رسمية قرر ايه الراجل قال لك يا جماعة نجايل عرض جامد قوي من السعودية 3 مليون يورو وفلوس كتير قوي فانا بصراحة بفكر في العرض ده وعايزة امشي فبالتالي كان فيه قرار ان كان ايه هو هو بقى حيمشي او كان من ده من النادي النادي مش هجدد له دي حاجة ما تخصناش خالص لكن انا اللي يخصني ازاي الاعلام تكلم في الجزئية دي اتفاجئت اتفاجئت لما لقيت ناس تتكلم بتقولك يا جماعة 3 مليون يورو يعني ايه 30 مليون مصري والأهق والزمالك من ديه 25 مليون فرقته 5 مليون يعني لا يا طار ماينفعش ان انت بتعمله ده يا طار لازم تعد لازم انت موجود في النادي هم هم الناس كانوا بيقولوا ساعتها ايه ساعة رمضان ايه لا ده الاحتراف فاليس دواجية دي ما فيش معايير محددة للكلام لي ايش معنى هنا الكلام كده واش معنى هنا الكلام كده فدي حاجة كانت غريبة جدا بالنسبة لي وصراحة كان لازم اتكلم فيها وقولها وشاركها محضراتكم لان وضع يعني بشكل واضح جدا التحيز النسبي يعني ان يبقى هنا ليه رأي وهنا ليه رأي ما عنديش رأي واحد كده رأي واحد في تشابه المواقف فحاجة غريبة يعني لكن عادي الاهلي دايما في طريقه وما بفرقش معا اي حد بيتكلم طالما بيتكلم لغار اغراض غير المصلحة العامة هنروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الاخبار بتخص الفريق وازاي هيستعد المبارات المريخ لان ده امر حيبتكون مهمة جدا طيب اخبار الاهلي في اطار استعداداته للمبارات المقبلة امام المريخ وهي مبارات مصرية ومش هي بس هي مبارات الهلال حتى لو نفترض ان الهلال خسر مثلا من سانداونز ان شاء الله بالنسبة لنا نتمنى لان احنا بننافس على التأهل مع الهلال والمريخ هم فريقتين كبار جدا بالجماهرية كبيرة جدا فاكيد كل واحد بيفكر في مصلحته دلوقتي كنا نتمنى ان فريقتين عربيين هما اللي يتأهلوا وان يخرج سانداونز لكن هو ده الوضع الحالي فبالتالي انت مهمة اوي ان حتى لو خسر الهلال انت برضو لسه ما سعدتش بشكل رسمي حشان هيبع عندك مبارات اخيرة مع الهلال فاحنا عايزين ناخدها كده واحدة واحدة وخطوة خطوة مبارات المريخ حياء اموت لازم نكسب باذن الله واحد احد باذن الله واحد احد نكسب بعد كن نفكر في مطش الهلال اللي حيكون في اول الشهر المقبل وان شاء الله الاهلي قادر ان هو يتأهل مش بس الربع النهائي لا قادر ان هو يوصل النهائي وباذن الله حقالينا اللقب باذن الله تعالى الاهلي النهاردة اخبروا ايه الفريق خد راحة 24 ساعة بعد ما وصلوا مبارح او وصلوا تقريبا صواح اليوم يعني الساعة 6 الصبح من جنوب افريقيا في مشوار طويل جدا من تراجع سواء انت رايح وانت راجع بتعدي لأسوان عشان تزود الطيارة بالوقود وبعاكية تطلع على القاهرة في عدد من الساعات الكتيرة فبالتالي رحلة مجهدة جدا لان جنوب افريقيا بعيد فمسلماني قرر ان هو يدي لعيبة راحة واستقنف تدريباته غدا استعدادا لمبارات المريخ يوم الجمعة باذن الله تعالى محمد هاني احنا عارفين ان عنده يعني زي اجهات في العضلة الضمة فعشان كده عشان يتم تحديد مدى امكانية مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي ان شاء الله يكون سليم ويشارك لانه مهم جدا محمد هاني لكن لما اتصاب محمد هاني ولعب كريم فؤاد فكريم فؤاد هو كمان اتصاب مبارح في مورات سونداونز بكادمة قوية في العضلة الامامية فبالتالي عشان كده خرج فهيتعمله أشعة طبية خلال ساعات والأشعة دي هي اللي هتحدد مدة الغياب بالنسبة لي كريم فؤاد برضو من العناصر الوعيدة جدا والمبشرة جدا جدا وان شاء الله بإذن الله ليه مستقبل كبير جدا مع النادي الأهلي بيلعب في مختلف المراكز لكن حظه كان سيء مبارح بعد ما اتصاب لانه كان بيشارك على حساب محمد هاني نتمنى لهم الشفاء سريع والتنين في نفس المركز وقابليهم أكرم في نفس المركز فالأمور ساعت بتتصعب عليك لكن إن شاء الله بإذن الله أي حد هيلعب في المكان ده يأدي بشكل كويس فيه خبر بقى مهم وعاجل جدا وهو ان الأهلي خلاص خد قرار بانه يوجه الشكر للكابتن طارق محروس ومساعدي ويكلف ياسر لبيب بتشكيل الجهاز الفني لكرة اليد وده يعني من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي شكر الكابتن طارق محروس المدير الفني الفريق الأول لكرة اليد عن الفترة طبعا هو جهاز المعاون عن الفترة التي تولوا فيها المسؤولية وبازلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج كما قرر مجلس تعيين الكابتن ياسر لبيب رئيسا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسؤولية لنهاية الموسم ويعني ده بعد أكيد يعني دراسة وفية القرار زي ده عشان مصلحة فرقة كرة اليد لكن في كل الأحوال شكرا للكابتن طارق محروس وأنا أتمنى له دايما رب التوفيق فيما هو قادم طيب تعالوا نروح لترند الأهلي طيب ماشي نروح لفاصل الأول بعد الفاصل هنروح نتكلم بقى في ترند الأهلي وبعض الأخبار المهمة اللي على السوشيال ميديا ونعلق عليها فاستنونا يلا بي أهلا بحرركم مرة تانية تعالوا نشوف ترند الأهلي والأخبار اللي تقلت على النادي في السوشيال ميديا والحسابات الرسمية المختلفة نبتدي بيالا قرأة على تويتر واللي قاله خسارة الأهلي أمام سانداونز تعني ضيع فرصة صدرته للمجموعة مش شرط خالص إنك عشان تاخد البطولة نفسها إنك تبقى متصدر أبرز أمثلة يعني على كده آخر سنتين ما كناش متصدرين المجموعة بتاعتنا لكن خدنا البطولة في الآخر وهو ده عشان كده بقول له حراركم إيه الأهم بالنسبة لنا الناتج النهائي مش هنقيم أو مش محتاجين نقيم خلاص فرقة بتاعتنا كويسة جدا جهاز فاني مميز والحمد لله إنه جدد لأن كان بعد المطشة عن برح ده ممكن يكون الكلام أكتر وأكتر يعني لكن في كل أحوال أنت عارف إنك عندك جهاز فاني ممتاز ولعيبة كويسة جدا فمش هتقيمهم خلاص هم عارفين تقيمهم كويسة لكن إحنا هنتكلم بعد ما نشوف الناتج النهائي الناتج النهائي هو أنك تخسر لقدر الله بطولة لسه الأمور كلها في إيدينا وبنسب كبيرة ومرشحين بقوة للفوص باللقاء ده أمر مؤكد إن شاء الله بإذن الله تعلمكم وفقين فرصة الأهل في تقاهل هي حاسم المركز الثاني في صراعه مع الهلال والمريخ في رئيتين كبار بإذن الله بإذن الله تقدر تتأهل من خلال انتصارين وده اللي حيرضي جمهير النادي الأهلي يعني أنك تكسب المطشين مش تكسب مطش وتتعدل مطش وتتأهل لأ أنت عايز تكسب المطشين عشان تبقى متطمن وعشان تدي يعني إيه رسائل قبل دور ربع النهائي بإذن الله تكون رسائل قوي أين كان أنت هتقبل مين بقى ساعتها إن شاء الله الأهلي يكون موفق طيب المطري اليوم وحسابهم على تويتر طلب وحيد من المسلماني المسؤولي الأهلي قبل مباراتي المريخ والهلال هو الراجل يعني يتكلم في المؤتمر صحف مبارح بعد المطش وقال أنه بيتمنى يعني هو استشهد بالمغرب وأن فيه جماهير كتير جدا متحضر للأنديا المغربية في الملعب بعد ما خلاص يعني الأمور بيت كويسة فقال أتمنى أن الجماهير الأهلي تكون عددها أكبر ويتم سامح العدد أكبر من كده أنه يحضر المطشين اللي جايين والمبارات بشكل عام لأنه أكيد هيكون القوة إضافية زي ما شفنا جمهور الأهلي في مطش بيرامدز مثلا جمهور الأهلي في مطش بيرامدز كان حاجة جميلة جدا كان جمهور فعلا فعلا رجح كافة فرقته كان عادة يعني جمهور الأهلي موجود في المدرجة من غير أي تجاوز من غير أي شتائم أو فيه رسائل قوية لكن في نفس الوقت ما فيهاش تجاوز في نفس الوقت ساعدوا الفرقة وشجعوا الفرقة في شكل كبير جدا فبالتالي كان الناتجين الأهلي كسب نتيجة صحقة كسب تيرامدز ثلاثة سفر يعني فنتمنى أن إن شاء الله في فترة جاية يكون فيه عدد أكبر من جماهور لأنه ده سيفرق معنا قوي سواء بقى بإذن الله مطشين الهلال والمريخ أو مريخ والهلال أو بعد بإذن الله محتاجين جمهور النادي الأهلي منتهى شدة أو النادي يحبب محتاج جمهوره يعني كالعادة حساب مفتد حقيقة تغليز عقوبة الأهلي بعد الخسارة من سانداون ودي جزئية مهمة الأهلي مش عشان يخسر أي مطش فبيبقى فيه عقوبات كبيرة أو بيبقى فيه لا أنت في كل أحوال بيبقى عندك لايحة أنت بتمشي على أساس اللايحة دي بتكسب بيبقى ليك مكافئات بتخسر بيبقى ليك عقوبات أو بيبقى يعني اللايحة زي ما هي بتقول البنودة هي إيه فبالتالي آه بعض الأحيان ممكن تضاعف العقوبة لو بقى هزيمة مثلا زي هزيمة خمسة بتاعة تاعة سانداونز أيام اللاشارتي مثلا ساعتها لا كان لازم تضاعف العقوبة وهي تضاعف عشر مرات كمان لكن هزيمة زي مبارح هي خرجتك من البطولة لا فرصة كبيرة في التأهل آه طبعا كبيرة بإذن الله تعالى فهو عتمشي تبقى لللايحة ففيش أي تغليص للعقوبات خالص ولا أي كلام من هذا القبيل يعني فده بمنتهى الهدوح لأمر ده طيب تعالوا نروح لخبر آخر وده من حساب كورا بلاس على تويتر واللي قالوا كايزر تشيفز بكامع عن مساعدة الأهلي ان احنا قمنا بواجبنا والأمر ليس لها علاقة بالوطنية لم نندم على مساعدتنا الأهلي في جنوب آفريقيا لقد قمنا بواجبنا ولن نرد على عتاب مدرب سانداون الأمر ليس له علاقة بالوطنية الرجل بيقول يعني هما استضافوا الأهلي كويس تماما طبيعيا أي مشكلة ما هو مثلا لو فيه فريق جاي لعب الزمالك مثلا والأهلي بيستضيفه ده الأهلي لو فيه فريق جاي لعبه نفسه بيستضيفه أحسد استضافه وساعب بيفتح الملعب في مدينة نصر عشان يتمررهم في الآخر الكورة والعلاقات دايما لازم تكون كويسة بين الأندية فلما استغرأ مدرب سانداون لكن في نفس الوقت ده توضيح من مسؤولي كايزر تيوس خلينا نروح لآخر حاجة في تريند الأهلي تعالي بقى في الجزئي دي لأن الجزئي دي مهمة جدا صراحة يعني قالك إيه ده الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر ركز بقى معي هل يكتب مسماني كلمة النهاية لرحلة أحمد عبدالقادر مع الأهلي يعني مش عارف مش عارف بسرعة سؤال برضو حلو هو فين الرحلة أصلا هو ليحي أحمد عبدالقادر عشان فيه رحلة عشان يكتب نهايتها حاجة منتهى الغرابة وحيات ربنا أنا أول ما قاريت اللي بتاعدي قبل الحلقة قلت يا ناري سباح ليه عمل يعني إيه اللي حصل عمل ليه مسلماني لأحمد عبدالقادر عشان أحمد عبدالقادر يقرر أنه يمشي إحنا قادر لعب كويس طبعا لعيب جامد قوي موهبة موهبة كبيرة عنده مهارات عالية كل الكلام ده إحنا متفقين عليه لكن تعالى كده نتخيل العنوان نشيل أحمد عبدالقادر وحط أفشا كان حيبقى العنوان إيه هل يكتب مسلماني كلمة النهاية رحلة أفشا مع الأهلي طب شيل أفشا حط أي لعية تانية هل يكتب مسلماني كلمة النهاية ما هو كده يبقى مش هنخلص هو معنى أن أي لعيب أين كان من هو ملعبش يبقى مسلماني مش مقتنع به زي ما هو ما كدبين كده في التقرير ده ولا الخبر ده كلام غير منطقي خالص حاجة مستفزة وغريبة أحمد عبدالقادر لعيب كبير وحط أفشا لعيب كبير آه ممكن للبعض يكون في مش مستوياته وفي مطشاط معينة أو ممكن يكون فيه تراجع نسبة ده وارد في الكورة لكن في نفس الوقت ده مش معنى أن الفلان ده وحش يبقى حيمشي أو فلان ده ما بيلعبش أو بيشارك لدقيق بس يبقى المدرب مش مقتنع به فهي مشي يعني فحاجة غريبة أنا عارف دلوقتي كل واحد من جمهور النادي الأهلي أو أي حد يتفرج علينا دلوقتي هو رد من نفسه من جر ما نرد أو من جر ما نقول فهدف من ضمن أهداف هذا الخبر هو إن يبقى فيه خبر أو تأرير هو محاولة التشكيك في المدير الفني لأن طبعا فيه قناعة كبيرة عند الجمهور محمد عبدالقادر وهي نفس القناعة الموجودة عند المدير الفني بس أنا لازم أحاول أشكك في المدير الفني ده عشان أهز الاستقرار الفني بتاع الأهلي إيه إذا الأهلي جدد لمسواني سنتين إزاي الأهلي يعمل كده إحنا يا جماعة متعودين لازم كل سنة نغير لازم كل سنة كل فرق الدوري في مصر يتغير مدير الفني لا إيه ده ما ينفعش الأهلي بقى مستقر فحط أخبار زي كده تصير الجمهور شوية ضد المدرب لأننا عبدالقادر العيد كبير إيه الكلام ده بصراحة يعني حاجة صعبة جد عيب يعني بصراحة مش ده كان ترند الأهلي عايزين فاصل نروح فاصل ونرجع نكمل فقرات أخرى في حلقة الترند في السنوب أهلا وسهلا بحضرتكم خلينا نروح للترند المحلي ونشوف أهم الأخبار يتتعلق بمنتخبنا تحديدا وزي ما حالكم نشاكين كده حساب بوط الأهرام على تويتر قالوا إعلان قائمة المنتخب نهاية أو بعد إعلان قائمة المنتخب مصر النهائية لمواجهة لسنغال هتكون يوم 19 مارس نحن عارفين يعني هيعتبى بعد مطش الأهلي ومريخ يوم الجمعة ومطشات الأندية كلها في أفريقيا وكلام من ده فهيتامل أعلان عن القائمة بإذن الله تعالى إن شاء الله تكون يعني قائمة موفقة في التأهل لكاس العالم من خلال مطشين السنغال لأنهم مطشين صعبين قوي قوي فريق السنغال فريق قوي عنده لعيبة كلها تلعب بره لعيبة كلها مش بس تلعب بره من أحسن لعيبة في العالم عندهم أفضل حارس في العالم وعندهم ساديوماني وعندهم في نفس الملعب بلاوي يعني عندهم لعيبة تقيلة ففي كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله نقدر إن إحنا نتخطى العقبتين دول أو المبرايتين يعني الوقت عن سبورت وبيتكلموا على إن محمد صلاح وكان فيه تواصل مع جهاز المنتخب تحديد الدكتور محمد أب العلا المؤنن على محمد صلاح محمد البارح كان عنده مطش مع برايتون جاب هدف في ديئة 61 على ما أتذكر من ضرب الجزاء بس قبل هدف ده كان عنده بعض الألام في عضلة السمانة جاب الهدف ويع في الأرض خرج فالناس كلها يقلق بصراحة يعني كل المصريين يقلقوا يعني محمد صلاح أنصر أساسي والرئيسي ومش بس كده ده هو أبرز لعب منتخب مصر مش بس كده هو من أحسن لعبة في العالم وإحنا جايين داخلين على إيه على مطشن السنغال فالوضع بالنسبة لنا هيكون ده قدر الله في حالة غياب صلاح هيبقى صعب لكن في الحقيقة يعني اتطمننا بشكل كبير جدا بعد تواصل المنتخب مع صلاح أو إصابة بسيطة ومش خطيرة مش هتعطاله عن المطشن وحيكون جاهز إذن الله تعالى مش عارف إمكانية لحق مطش أرسنال اللي جاي بالنسبة لليفر بول وللأ مش عارف الأمور هتمشي بالنسبة له إزاي هيتامل إعلان أكيد من قبل ليفر بول وموقعها من رسم طيب خلينا نروح للوطن سبورت برضو واللي بيكلم عن أن كيروش غاضب من مدافعي الأهلي والزمالك قبل مواجهتين السنغال طيب الجزائي دي حلوة قوي ليه بقى لأنه ممكن فعلا يكون في بعض المدافعين اللي ممكن يكونوا موجودين في منتخب مصر مستوى متراجع نسبية سواء هنا في الأهلي أو في الزمالك حلو حلو هل ده معنا أن هم هايبقوا وحشين مع المنتخب في مطشي السنغال لا طبعا المطشي السنغال دول حاجة وأي مطشيات تانية بتتلعب حاجة تانية مستويات اللعيبة في المطشيات التانية دي حاجة وفي مطشي السنغال أكيد هتبقى مستويات تانية خالص ليه لأن انت دخل المطش ده بتركيز معين باستعداد كافي على جميع المستويات بالشكل اللي يساعدك بإذن الله أنك تتأهل فالمستويات اللي ممكن نكون البعض مننا شايفها متراجعة نسبية عند مدافع الأهلي والزمالك مش مقياس أبدا لمستوهم اللي حيكونوا عليه في المباراتي السنغال احنا لازم نساعدهم ونبقى في ظهرهم وندعمهم ونقولهم أن انتوا لعبة كبيرة أيا كان من الأسماء اللي في الأهلي أو في الزمالك أنتوا لعبة كبيرة وانتوا بإذن الله هتكونوا عناصر أساسية في تأهل مصر كاس العالم فإحنا مش عايزين برضو من خلال الأخبار دي ممكن يكون طبعا في قلق وارد عند الجهاز الفني ده أمر طبيعي مش بشكك في الخبر يعني لكن مش عايزين من خلال الأخبار دي أن احنا إيه نقلق الدنيا ونقلق نفسنا وأن احنا نهبط من معانويات اللعيبة وأن الرجل كمان ندخل الشكوك بالنسباله في المستويات بتاعيته هم مكلام من ده لا الأمور طبيعية وارد جدا أن أي حد المستوياته تبقى قليلة ييجي في مطشين زي السنوغال يبقى جامد أوي في بعض اللعيبة مع المنتخب في كاس الأمم الأفريقية كانوا أفضل بكتير من المشاطة اللعبوها مع عنديتهم بكتير مدير فني مختلف على طريقة لعبة ممكن تكون مختلف على واجبات معينة بيتم تكلفهم بيها كلها حسابات أخرى يعني بإذن الله إن شاء الله يفرحونا ده فيما أتعلق بالترند المحلي خلينا نروح للجانب العالمي شوية وبعض الأخبار العالمية ويمتدي به الحساب الرسمي للبريمير ليج على تويتر واللي بيحتفي بوصول محمد صلاح للهدف العشرين هذا الموسم وبذلك يوظل هداف الدوري محمد صلاح عنده عشرين هدف فهو الهداف ويجي في المركز الثاني كل من كريستيانو رونالدو اللي جاب هاتريك فظيع مبارح في ماتش اللي اتلاعب مبارح أمام تويتنم في مراكة جميلة قوي واساديو مانيا عنده نفس الرصيد اتناشر هدف ودياجو جوتا نفس الرصيد في المركز الثالث كل من هاري كين وسون وتوني مهاجم برينتفورد والثلاث عندهم حدواشر هدف بس فارق كبير في الأهداف ما بين صلاح واللي بعده بس عايز أقوله صلاح كالي بالك من جونالدو الرجل ده بيجيب أهداف بالجملة يعني ممكن كده يقض مطش اتنين ما يجيبش لكن لما بيجيب بيجيب هاترك فممكن فجأة هم تلاقي هو الهداف يعني فان شاء الله يتمنى طبعا صلاح هو اللي يفوز بها تعالوا نروح لخبر آخر من حساب ESPN على تويتر واللي بيتكلمه على تصراحات لستيفن جيررد أو بالتحديد لا مش تصراحات يعني هم بيقولوا ان ستيفن جيررد هو بس الوحيد في تاريخ ليفر بول اللي ساهم في أهداف أكتر من محمد صلاح في تاريخ ليفر بول كله أكتر اللاعب ساهم في أهداف مع ليفر بول هو ستيفن جيررد طبعا الأسطورة الكبيرة لليفر بول ومندرب الحالي الحالي أسلم فيلا الخسرانين واحد سفر من هو ستام في هذه العدو ومحمد صلاح هو اللي بعده على طول وارد محمد صلاح كمان إن استمر في هذا الأداء وإن استمر في مشواره مع ليفر بول أكيد بإذن الله هيكسر كمان الرقم ده لأن احنا متعودين من خلاله ما هو يكسر أرقام كوسية كتيرة طيب نروح لحساب آخر هو حساب في الجول وتصرحات اللي هي ساديو ماني من خلال حواره مع صحيفة الكيب الفرنسية واللي قال بعد نهاية يوم أفريقيا لم أكن لأترك صلاح قلت له كلمات بسيطة اللي شد من أزره واخبارته قال لا يستسلم أبدا وبيتكلم يعني بيوضح اللي قال له لمحمد صلاح الصورة اللي احنا شايفينها وطبعا نحظات كانت صعبة علينا كلها كمصرين وأكيد كانت صعبة على محمد صلاح ونكلمه كلمات مقتضبة وقال إن محمد صلاح كان حيعمل معي نفس الموضوع لأكون نحنا اللي خسرنا العلاقة ما بينهم مميزة خارج الملعب معرفش جوه الملعب الأمور تبقى ماشي زال في أغلب الأوقات يعني كل واحد ما بيجي بباصل التاني بتحديد ساد يوماني أو ممكن كون أشيحة مصرين ترايفين كده يعني تحس إن الرجل وتقيلة شوية هو بيباصل لمحمد صلاح لكن يعني ساد يوماني من الشخصيات المحترمة جدا واضح من تصرحات ومن تصرفات يالله كورو أحسابهم على تويتر وصحيفة ماركا الإسبانية بتقول رحيل محمد صلاح عن ليفر بول كارثة على الريدس طبعا لأن إحنا سمعين تقرير الفاشرة اللي فاتت اليومين اللي فاتوا تحديدا إن محمد صلاح تم عرض عليه عرض أو عقد جديد فهو رفضه لأن مش عاكبه الشروط اللي في العقد تبقى اللي هو كان حطه هو وكيله فبالتالي النسب تبدت تروح ناحية إيه إن صلاح مش عشان هو محمد صلاح المصري الكلام من دي لا مؤكد أرقامه كلها بتقول كده عشان هو لا يتقل جدا عشان هو من أحسن لعبة في العالم عشان هو بيجيب لك عدد أهداف وافر بشكل كبير فأكيد اللي بر بول هما هيكون خسرينين يعني محمد صلاح أكيد ممكن ساعتها ممكن تلاقي فجأة جدده لكن ممكن محمد صلاح في حالة سؤال حلقة المهاردة وهو بخصوص توقعاتكم لترتيب المجموعة اللي بدأضم الأهل والهلال والمريخ بعد الجولة الأخيرة مين حيتأهل مع صندونز انتدي بأحمد أبو توركي واللي قال صندونز الأول 14 نقطة الأهل الثاني 10 نقاط بإذن الله الهلال الثالث 7 نقاط المريخ الرابع 4 نقاط فتحي زيدان قال التأهل ثاني بعد صندونز إن شاء الله بشر كير عشان ناخد البطولة 11 الكون الثالثة تبتة وربنا يفرحنا بإذنه تعالى بس نستعد كويس ونستعيد روح الفني الحمر بإذن الله عمر عمر السايح قال صندون أهلي مريخ هلال وكمان منصوري فتحي قال كلما كنا ثاني أصبحنا ملوك القرى بإذن الله نبقى ملوك القرى للمسل الثالث على التوالي سقطنا كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعيبات الحج عصام الأهلاوي قال الأهلي تاني المجموعة بإذن الله يا رب الأهلي يكون موفق في التأهل عن المجموعة دي والوصول لدره بعنيها دي كانت توقعات حضراتكم أو تفاعل حضراتكم معنا على سؤال حلقة النهاردة ودي كمان كانت حلقتنا النهاردة من تريند ليس لدينا المزيد وغدا من كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنونا إلى اللقاء موسيقى